الحفو الذاكرة اليهودية يعاد فتحه من جديد بعد عملية ترميم وإصلاح واسعة كلفت غلافا ماليا يقدر بنحو مليوني درهامة بتمويل من وزارة الثقافة وبعد أن تعرض للإهمال لأكثر من ستين عامان أعيد تأهيل المبنى بشكل يحترم كليا الأشكال الهندسية والمكونات الأساسية للموقع الديني التاريخي الذي يعود بنائه إلى أواخر القرن التاسع عشر يعكس افتتاح هذا المشروع أو هذه المعلمة الحضارية من جهة الرعاية التي يوليها من المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه من اليهود كما يعكس التنوع الثقافي والحضاري للمغرب وتلاقح كل المكونات الحضارية المغربية التي يعد والموروث والثقافة اليهوديين رافدا مهما من روافدها ويتضمن المتحف الذي يقع على مساحة تزيد عن مائتين وستين مترا مربعا قاعات وأروقا للعرض تتضمن والأزياء والحلية تقليدية اليهودية بالإضافة إلى صور ومقتنيات ليهود عاشوا في المغرب خلال القرن الماضي كما يضم المتحف أيضا محلا للهدايا التذكارية ومن المخاطط أيضا إنشاء مركز للدراسات والأبحاث مكرس لليهود في شمال المغرب أقوم منذ مدة بحياكة مجموعة من الفساتين أو ما يعرف بالكسوة الكبيرة وأهديتها للمتحف لأنني أعتقد أن سكان طنجة وكل العالم يجب أن يتعرف على هذا الموروث وتعزز هذه المبادرة المكانة الثقافية لمدينة طنجة كما ستمكن سكان المدينة وزوارها من الاطلاع عن قرب وبشكل علمي دقيق على الإرث اليهودي المغربية وتاريخ الطائفة اليهودية بالشمال وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية وممارساتهم الدينية وين حوما وسكني نمتوما وين حوما وسكني نحبيبا على أرلت سيناجي نغنينا والعاية